أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرص الدولة على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجرها الملاحية وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن المرة وخلال تقرير نشره المركز صلت الضوء على قناة السويس والممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية وذلك بفضل مشروعات الازدواج والتوسيع والتعميق جد بالمنطقة الاقتصادية للاستثمارات العالمية ذلك بعد تحقيق عوائد ومؤشرات غير مسبوقة في تاريخها وأوضح المركز أن القناة سجلت أعلى إراد سنوي في تاريخها عام 2021 وذلك بستة وثلاثة من عشر مليارات دولار كما بلغ عدد السفن المرة عشرين ألف وسبعمائة ثفينة عام 2021 بحمولة صافية ألف ومائتين وسبعين مليون طن وهي أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة وأشار المركز أيضا إلى زيادة حجم التجارة العالمية المرة عبر القناة بنسبة تمانية ونصف في المئة مقارنة بثلاثة وسبعة من عشر في المئة زيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحران ترجمة نانسي قنقر